تتواصل في مدينة شرم الشيخ أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 وللمزيد معنا من شرم الشيخ مرسل التلفزيون المصري إلى هناك كريم بيبرس كريم دعنا في آخر مستجدات الأعمال الجارية بمدينة شرم الشيخ الأعمال هنا في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مستمرة على قدم وصاق 24 ساعة مستمرة لا يتوقف العمال عن العمل بتاتا في جميع المناحي داخل مدينة شرم الشيخ سواء إما الخاصة بتطوير الطرق وتوسعة الطرق وإعادة بناء الأرصفة مرة أخرى ودهانة الأرصفة مرة أخرى وحتى أعمدة الإنارة تجديد كامل لأعداد أعمدة الإنارة الخاصة بمدينة شرم الشيخ واستخدام داخل هذه الأعمدة أدوات الإضاءة الصديقة للبيئة وهي بالطبع يعني طرق الإضاءة الصديقة للبيئة وهي بالطبع عن طريق الطاقة الشمسية هذه نقطة خاصة بتوسعة الطرق وتسهيل الطرق للوصول إما لقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ التي سيقام فيها الفعاليات الرئيسية وهي تسمى بالنسبة لمؤتمر المناخ أو فعاليات مؤتمر المناخ المنطقة الزرقاء التي سنعقد فيها الفعاليات الرئيسة والورش ورش العمل التي ستخطى 40 ورشة عمل داخل هذه الفعاليات الخاصة بمؤتمر المناخ هناك أيضا المنطقة الخضراء وهي منطقة بجانب المنطقة الزرقاء هذه المنطقة سيكون هناك خيام وأيضا فرص لعرض الأفكار المختلفة الخاصة بالتحديات الخاصة بالتغيرات المناخية وأيضا فرصة لعرض الآراء من ذوي الخبرة أيضا لعرض الأفكار الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية وأيضا الجزء الخاص بتمويل المشروعات الخاصة بالتغيرات المناخية هناك توجه هذه المرة في كوب 27 ومؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية لدعم وتشجيع التمويلات الخاصة بالشركات والأفراد وأيضا ريادة الأعمال وابتكار الأفكار الجديدة وانطريق التمويل الخاص وهي الأفكار التمويل الخاص للمشاريع الصديقة للبيئة المشاريع التي من الممكن أن تقلل من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بشكل عام نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري نعم كنت معنا من مدينة شرم الشيخ شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر